اشتركوا في القناة ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اما بعد فقد وقفنا على قول الناظم رحمه الله تعالى وكل نص اوهامت تشبيها او وله او فوض ورم تنزيها هذا الكلام له نوع من الارتباط بما سبق لان الناظم رحمه الله تعالى جاء به بعد ان بيّن لنا ان صفات الله عز وجل واسماءه الحسنى من ناحية هي قديمة ومن ناحية اخرى هي توقيفية فليحضر المؤمن ان لا يسمي الله تعالى الا باسم هو له ووارد به النص او الاجماع وبعد ذلك قد يتساءل الانسان عن ما ورد في القرآن الكريم وفي النص الشرعي بوجه عام من نسبة بعض الامور الى الله سبحانه وتعالى كبعض الحواس مثلا او الجهات او الاحجام او ما الى ذلك مما يعني يوهم التجسيم فما هو موقف اهل السنة من ذلك هذا هو مضوع هذا البيت الذي قال فيه وكل نص اوها ما تشبيهها اوله لك ان يعني تقرأها بالنصب ولك ان تقرأها بالرفع لانها حينئذ يكون على يعني التنازع تنازع العمل وكل نص اوها ما تشبيهها اوله او فوض ورم تنزيها فلك ان تقرأ هذه الكلمة بالرفع وبالنصب يجوز الوجهان معا اما على انه فعول به مقدم واما على انه مبتدأ وكل نص اوها ما تشبيهها كل نص من نصوص الشرعي اي القرآن او السنة واكثر ذلك في القرآن الكريم اوله اذا وجتنصا يوهم التشبيه والتجسيم ونسبة ما لا يليق يعني بربنا اليه سبحانه وتعالى فحمله على التأويل والمراد بالتأويل ان يحمل اللفظ على غير ظاهره هذا هو التأويل ان يحمل اللفظ على غير ظاهره لان اللفظ قد يكون له معنيان هو راجح في احدهما ومرجوح في الآخر فحمله على الراجح هو الظاهر وحمله على المرجوح هو المؤول هو المؤول اذا حملناه على الظاهر يقع لنا الاشكال فلذلك قال اوله اي حمله على غير ظاهره وهذا ما يسمى بالتأويل وقد بحته علماء الاصول كما بحته علماء العقيدة والتأويل عند العلماء على مستويين تأويل اجمالي وتأويل تفصيلي واذا اطلق التأويل ينصرف التأويل التفصيلي يعني ان الكلمة تخرجها عن ظاهرها تماما الى معنا اخر كأن تكون الكلمة مثلا تحتمل حملها على المعنى الحقيقي وحملها على المعنى المجازي فتحملها على المعنى المجازي اذا كانت عندك القرينة الدالة على ذلك والمصعفة به فاللفظة اذا اذا صح حملها على المعنى المجازي وقامت القرائن على ذلك وعلمنا ان مراد المتكلم هو هذا اذا فلابد من حمل اللفظة على التأويل ولا نحملها على ظاهرها وهذا معروف في لغة العرب معروف في لغة العرب يعني العربي إذا تكلم واستعمل لفظة وقصد بها المعنى المجازي وعلمت من السياق ومن القرائن المحيطة بهذا الكلام أنه يريد المعنى المجازي فليس لك إلا أن تحمل اللفظة على المعنى المجازي كما لو قال لك سلمت على أسد سلمت على أسد صافحت أسدا رأيت أسدا فوق كرسي إذن مثل هذه العبارات ليس لك أن تحمل لفظة الأسد إلا على المعنى المجازي فهو مراد المتكلم إذن هذا تأويل وهو تأويل تفصيلي أما التأويل الإجمالي فهو إخراج اللفظ عن ظاهره دون أن يعني تأتي بمعنى أهل المراد أن تخرج اللفظ عن ظاهره ولكن دون أن تبين المعنى المراد لأنه كما قلنا العرب كانت تتكلم بألفاظ وأحيانا تقصيد ظاهرها وأحيانا لا تقصيد ظاهرها فكلمة اليد عند العرب أحيانا كانوا يريدون بها اليد الجارحة وأحيانا كانوا يمكنون بها عن العطاء عن النعمة عن الهبة أو عن القدرة وهكذا فهذا معروف في لغة العرب فإذا وجدنا مثل ذلك في النصوص الشرعية في القرآن الكريم يد الله فوق أيديهم يد الله فوق أيديهم إذن هناك يعني متشابهان اثنان أولاً ليد ونسبتها إلى الله عز وجل ثم الجهة فوق أيديهم فإذن هنا ناظم رحمه الله تعالى يقول إذا كنت في مثل هذا مع نص يوهم تشبه فأوله أوله وإذا أطلق التأويل فالمراد به التأويل تفصيلي إذن اليد هنا ليست هي اليد الجارحة وإنما المقصود بها القوة وفوق أيديهم هذه الفوقية ليس المراد بها الفوقية المحسوسة التي نعرفها وإنما المراد بها العلو المطلق العلو العظمة وما اقتضيانه من القوة والقدرة وهكذا في سائر ما ورد في القرآن الكريم من هذه المتشابهات قال وَكُلُّ نَصٍ أَوْهَمَتْ تَشْبِيهَا أَوِّلْهُ أي أخرجه عن ظاهره إخراجاً تفصيلياً وافسره بما يليق ويناسب فهذا ليس بدعاً من اللغة العربية لأنه يجب أن نعلم أن اللغة العربية لها قواعدها ولها أسرارها ولها ضوابطها وكان العرب يتكلمون وفق هذه القواعد والضوابط بل كانت لهم عادات يلتزمونها في الخطاب تلك العادات راعاها القرآن الكريم عندما خاطبهم لأنه خاطبهم بلغتهم بلسان عربي مبين إنا أنزلناه قرآناً عربياً فالقرآن الكريم عربي بشهادة رب القرآن ومنزل القرآن ورسول الإسلام هو عربي فصيح بلغ لا يعرف غير العربية فلذلك كان لابد من مراعاة العادات التي كان العرب يلتزمونها في خطابهم كان لابد من مراعاة ذلك ليفهموا هذا الكلام الرباني ليفهموا القرآن العظيم فلذلك هذه النصوص التي فيها ما يوهم التشبه هو على كل حال ما خرج ما خرج عن لغة العرب الذين كانوا يستعملون الفاظاً ولا يقصدون ظاهرها فكانوا يستعملون مثلاً الاستواء الاستواء ولا يريدون به الجلوس المحسوس يريدون به يعني الاستيلاء والسيطرة والحكم قد استوا بشرون على العراق من غير سيف أو ذامي المهراق استوا بشرون على العراق لو كان المقصود بالاستواء هنا هو الجلوس فهل يجلس في العراق كلها هل يتخذ العراق كرسياً يجلس عليه فالمقصود بالاستواء هنا هو الاستيلاء والسيطرة والتمكن والحكم وامتلاك زمام الأمر حتى لا يبقى هناك شقاق ولا فوضى ولا 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 إذن مثل هذه الاستعمالات واردة في القرآن الكريم والأمر بسيط جداً ينبغي أن لا يعني نعظمه أكثر مما هو عليه ينبغي أن نفهم مثل هذه النصوص على لغة العرب وعلى ما كان العرب يتخاطبون به فيما بينهم فلذلك تفسير هذه النصوص المتشابهات بما يخرجها عن ظاهرها ويؤولها تأويلاً تفصيلياً هذا هو يعني أحكم كما يقول الأشاعر أحكم وأعلم يعني منهج علمي ومهيع حكيم دقيق ولكن حتى لمن تهيب ذلك فإن له أن يتبع منهجاً آخر هو منهج السلف الصالح الذين كانوا يفوضون مثل هذه الأمور إلى الله عز وجل في مدلولاتها فحينما يقول الله تعالى يد الله فوق أيديهم إن أنت تهيبت أن تفصيل اليد هنا بالقوة والقدرة وما إلى ذلك وهتهيبت أن تفسر هذه الفوقية بالعلو المطلق والعظمة وما إلى ذلك ويقاس على هذا ما سواه مما ورد في القرآن الكريم بل يداه مبسوطتان ينفيق كيف يشاء الرحمن على العرش استوى إن أنت تهيبت أن تفسر هذه المتشابهات بإخراجها عن ظاهرها إلى غير ذلك مما يناسب ويليق طبعا بناء على ما قام من الأدلة والقرائن والحجج إن تهيبت ذلك فلا كام ذهب آخر يمكنك أن تسير منه باب آخر تلجه وهو أن تفوض أمر مدلولي هذه النصوص المتشابهات إلى الله عز وجل لذلك قال أوله أو فوض أو فوض ورم تنزيها أي في كل من الأمرين نزه الله عز وجل عن النقائص فإذا أولت فليكن تأويلك منزها لله تعالى قائما على العلم والحجة وعلى اللغة العربية غير خارج عن سمتها ومنحاها وقواعدها ولا نعني بالقواعد يعني أن العرب يعني كانوا يعرفون هذه القواعد لا كانت في لغتهم ولكنهم كانوا يعني التزمون بها صليقة وفطرة إذن فلنا منهجان إما التأويل القائم على العلم وعلى الحجة وعلى يعني قواعد اللغة العربية من حقيقة ومجاز وغير ذلك وإما تفويض أمر مدلول هذه الآيات المتشابهات إلى الله سبحانه وتعالى ولكن الذين شرحوا هذا البيت بما فيه من هذه المتشابهات وأنه إما أن تؤول وإما أن يفوض فيها أمر مدلولها إلى الله تعالى ذكر الشرح كالباجوري مثلا وغيره أن المقصود هنا بالتفويض أن يفوض المعنى والمدلول بعد التأويل العام المجمال التأويل الإجمالي يعني بعد إخراج اللفظة عن ظاهرها يكون بعد ذلك التفويض وفي الحقيقة أن في هذا إشكالا أن في هذا إشكالا فإما تفويض وإما تأويل وعما أن نجمع أن نقول هذا تفويض وهو في نفس الوقت فيه إخراج لللفظ عن ظاهره فيه إشكال لأنهم يقولون إن التأويل الإجمالي لابد منه وبعد ذلك يفوض المعنى والمدلول إلى الله سبحانه وتعالى وينسبون هذا إلى السلف الصالح والسلف الصالح هم الذين كانوا في القرون الثلاثة الأولى ومنهم من زاد قرنين بعد ذلك قال في القرون الخمسة والمشهور أن السلف الصالح هم الذين كانوا في القرون الثلاثة الأولى خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أخذوا ذلك من هذا الحديث النبوي الشريف فقالوا إن القرون الثلاثة الأولى هي التي يطلق على أهلها السلف الصالح ومن جاء بعدهم ممن كانوا على نهجهم يسمونهم بالخلف الصالح بالخلف الصالح فأبو موسى الأشعري إذن هو من الخلف الصالح وهذا يؤكد أن مصطلح سلف صالح يطلق على أهل القرون الثلاثة الأولى فقلنا إذن التأويل هنا إذا نحن أولنا التأويل الإجمالي ثم فوضنا من بعد ذلك فهذا ليس تفويضا مطلقا والذي سمعناه من شيوخنا كأستاذي ناسدي محمد بن عبد الله رحمة الله عليه في القرويين وهو كان يكررها دائما وأبدا يفسر التفويض بالتفويض المطلق يعني يد الله فوق أيديهم الله أعلم بمراده في ذلك بل يده مبسوطتان الله أعلم بمراده في ذلك وهكذا هذا هو التفويض الذي أخذناه عن مشايخنا وأما أن نقول يعني بالتأويل أولا تأويل الإجمالي ثم التفويض فهذا جمع بينهما وليست فيضا مطلقا صرفا خالصا محضا وكل نص أوهام تشبيها أوله أو فوض ورم تنزيها أي نزه الله عز وجل وقدره حق قدره وعظمه وكبره بما يليق بمقامه عز وجل سواء أولت أو فوضت أولت أو فوضت ثم قال رحمه الله ونزه القرآن أي كلامه عن الحدوث وحذار انتقامه هذه مسألة أيضا في غاية الأهمية وهي متممة للتي قبلها وهي قضية القرآن الكريم هل هو محذث أم لا أم قديم وتبعا لذلك هل هو مخلوق أم غير مخلوق هذه مسألة تكلم فيها الذين تقدموا تكلموا فيها وفتنوا بها وافتتنوا كانت فتنة عارمة بسبب هذه المسألة قول بخلق القرآن حتى إن بعض الخلفاء العباسيين كانوا يعني يشتدون على من لا يقول بخلق القرآن ومنهم الإمام أحمد بن حنبل أصابه شيء من شرارة هذه الفتنة فعذب وسجن وغيره وغيره من العلماء الكبار الأئمة الذين يعني عذبوا بسبب القول بأن القرآن ليس مخلوق والفتنة مصدرها المعتزلة مصدر الفتنة المعتزلة لأن المعتزلة قالوا بخلق القرآن ولماذا قالوا بخلق القرآن لأن في نظرهم القول بأنه غير مخلوق معنى أنه قديم وإذا قلنا بأنه قديم فإذا نفس الفكرة السابقة تعدد القدماء يلزم من ذلك تعدد القدماء هذا من جهة أمجه أخرى أنهم قالوا إن القرآن الكريم يعني هو باللغة العربية وبالحروف التي نتكلم بها وهذه الحروف وهذه الكلمات وهذه الألفاظ كلها محدثة ولم تكن قديمة فلذلك ونظرا لأهمية هذه المسألة عقب بها مباشرة بعد الكلام عن المتشابهات فقال ونزه القرآن أي كلامه عن الحدوث أي نزه القرآن عن أن تصفه بالحدوث أي بأنه محدث ولكن عندما نقول القرآن هذه الكلمة عندما نتلفظ بها فإن يعني المعنى والذهن ينصرف إلى الكلام النفسي لربنا عز وجل ينصرف إلى الكلام النفسي لله سبحانه وتعالى الكلام القائم بنفسه لأن حينما نتكلم عن الكلام فالكلام له جهتان حتى في الإنسان حتى في المخلوق الكلام له جهتان جهة النفس العالم الخفي العالم الداخلي القلب فمن هذه الناحية معنى الكلام ومضمون الكلام هنا يصنع هنا يتكون وينشأ ينشأ في القلب ثم الجهة الثانية هي المخرجة لهذا الذي نشأ في القلب من المعاني والأفكار وما إلى ذلك فالكلام إذن أصله يكون في القلب يتكون في النفس ثم يخرج عن طريق اللسان ولذلك قال الشاعر إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا فإذن للكلام جهتان جهة باطنية وجهة خارجية هذا في الإنسان المخلوق بنسبة لربنا عز وجل عندما نطلق الكلام وخصوصا إذا كنا نتكلم عن صفته التي هي الكلام وأنه متكلم عندما نتحدث عن كلام الله عز وجل عن الكلام المنسوب إليه سبحانه وتعالى فالمراد به كلام النفس كلام القائم بنفسه عز وجل وهو قديم هذا الكلام قديم كما تقدم لنا في صفات المعاني فليس لأحد أن يقول غير هذا إلا المعتزلة الذين قالوا لسا بقديم لأن القول بقدمه يلزم منه القول بتعدد القدماء طيب هذا على كل حال إذا أطلق القرآن فينصرف إلى هذا المعنى كلام الله تعالى في القرآن هو كلامه القديم الأزلي الذي لا أولية له لكن هذا الذي نتلوه نحن بألسنتنا هذه الصور الآيات التي نقرأها ونتلفظ بها ونجري حروفها على ألسنتنا هذه ليست هي المرادة بكلام الله عز وجل النفسي القديم يعني أن القرآن الكريم من حيث حروفه وألفاظه وكلماته وما ينطق به وما يخرج من الأصوات به من ناحية هو محدد جاء جبريل عليه السلام به إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعني نقل المعنى بتلك الألفاظ فإذا للقرآن الكريم جهتان جهة أنه كلام الله النفسي فهو بهذه الناحية قديم جهة حروفه وألفاظه وما ننطق به على ألسنتنا هذه جهة أخرى يعني هو بها محدث محدث يعني حينما نزل به الروح الأمين نزل به بتلك الألفاظ على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لذلك لابد من تفريق بين الأمرين ولكن عندما نطلق إذا قيل القرآن فينصرف أو يجب أن ينصرف الدهن إلى المعنى الذي هو كلام الله القديم كلام الله القديم أي ينبغي ألا نجعل الذهن منصرفا إلى الجانب المحدث إلى الحروف والكلمات والألفاظ وما إلى ذلك ينبغي أن نذهب إلى المعنى القائم بنفس الله عز وجل وذاته وهو قديم فلذلك نبه النظم فقال ونزه القرآن أي كلامه أي كلامه القديم كلامه النفسي الذي لا أولية له ونزه القرآن أي كلامه عن الحدوث الذي هو ضد القدم وحذر انتقامه احذر بطش الله عز وجل إن أنت وصفت كلامه القديم بأنه محدد إن أنت وصفت القرآن بمعنى كلام الله القائم بنفسه على أنه محدد هذا ومعنى قوله ونزه القرآن أي كلامه عن الحدوث وحذر انتقامه ثم قال فكل نص للحدوث دل احمل على اللفظ الذي قد دل إذا وجد يعني في القرآن الكريم ما يدل على الحدوث فكل نص للحدوث دل كل نص في القرآن الكريم دل على الحدوث فحمله على الجهة الثانية التي قلنا إنها يعني كلام الله تعالى القرآن الكريم من جهة حروفه وما يعني أنزله جبريل من الألفاظ على النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذن فللقرآن جهتان جهة نعني به فيها كلام الله القائم بنفسه هذا قديم جهة أخرى نعني بها الحروف الكلمات والألفاظ وما هو يعني مخلوق إذا أطلق القرآن لا ينصرف إلى الجهة الثانية وإنما يجب أن ينصرف إلى الجهة الأولى ولكن إن وجد فيه ما يدل على الحدوث ففسره على الجهة الثانية فهو محدث من هذه الناحية لا من جهة أنه كلام الله القديم ولا من جهة أنه كلام الله القائم بنفسه عز وجل فكل نص للحدوث دل احمل على اللفظ الذي قد دل يعني أن الحدوث احمله على اللفظ لا على الكلام النفسي احمله على اللفظ فالحدوث إنما يتعلق أنت وجدته بحدوث الألفاظ لا بحدوث المضامين والمعاني القائمة بنفس الله عز وجل ويستحيل ضد هذه الصفات إذا انتقل الآن بعد هذه الاستطراثات المفيدة التي جاء فيها بمثل هذه المسائل التي تعصم المسلم المؤمنة من هذه الشبهات ومن هذه المزالق ويكون على الصراط المستقيم وعلى الحق وعلى ما كان عليه السلف الصالح والخلاف الصالح فإذا كل هذه الاستطراثات كانت على كل حال مفيدة نافعة قيمة بعد ذلك بعد أن تحدث عن الصفات الواجبة وهي العشرون السابقة واستطرد بما استطرده من هذه الفوائد القيمة انتقل إلى القسم الثاني وهو الصفات المستحيلة التي لا يتصور وجودها في حق ربنا عز وجل ولكنه على كل حال لم يطف فيها إنما ذكرنا بها وبإمكان أي واحد أن يتتبعها لأن كل صفة من صفات الله السابقة التي تكلمنا عنها ضدها هو المستحيل فالقدرة ضدها العز والوجود ضده العدم والقدم ضده يعني الحدود والبقاء ضده الفناء وهكذا لذلك قال ويستحيل ضد هذه الصفات أي أضداد هذه الصفات المتقدمة لا يتصورها العقل استحيل أن تكون موجودة أبدا وأعطانا مثالا واحدا لنقص عليه ما سواه ويستحيل ضد هذه الصفات في حقه ويستحيل ضد ذي الصفات ويستحيل ضد ذي الصفات في حقه كالكون في الجهات مثل لنا بصفة تقدمت لنا في صفات السلوب وهي مخالفته تعالى للحوادث ومن مخالفته للحوادث أنه ليس في جهة معينة إذ لو كان عز وجل في جهة معينة لكان حادثا لأن من لوازم الشئ الحادث أن يكون في جهة والله تعالى منزه عن أن يكون في جهة معينة في جهة من جهات الست فنفى عنه سبحانه وتعالى أن يكون في جهة من الجهات وإذا نفينا عنه الجهة فقد نفينا عنه أن يكون مماثل للحوادث وهذه صفة من الصفات العشرين إذن يقاس عليها ما سواها من الصفات الأخرى فكل صفة من الصفات العشرين ضدها يستحيل في حق مولانا عز وجل ويستحيل ضد هذه الصفات في حقه كالكون ويستحيل ضد ذي الصفات ذي أي هذه ذي الصفات في حقه كالكون في الجهات ثم ختم بالقسم الثالث وهو ما يجوز ويمكن في حقه عز وجل ذي الصفات الواجبة تقدمت وهذه مستحيلة وهي ضدها بقي الصفات الجائزة أي التي هي ممكنة نتصور وجودها ونتصور عدمها قال وجائز في حقه ما أمكان كل ممكن فهو جائز في حقه عز وجل يعني الله سبحانه وتعالى جائز في حقه أن يوجد المعدوم وأن يعذم الموجود وكل ذلك من الممكنات وجائز في حقه ما أمكان إيجاد إعدام كرزقه الغناء يعني يجوز في حق مولانا عز وجل أن يوجد المعدوم وأن يعذم الموجود كما يجوز في حقه عز وجل من باب أولى أن يبقي الموجودة موجودا وأن يبقي المعدومة معدوما إذن هذا معنى قوله وجائز في حقه ما أمكان إيجادا إعداما كرزقه الغيناء يعني يجوز في حقه عز وجل أن يرزق عبده الغيناء أو أن يرزقه الفقر فلا يرزقه الغيناء فهذا من أمور الجائزة في حقه عز وجل معنى الجائزة الجائزة عقلا وليست الجائزة يعني شرعا لا الجائزة عقلا يعني نتصور أن الله تعالى يرزق الغيناء لعبدين ونتصور عدم ذلك بعقولنا نكتفي بهذا القدر وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة